هذه أحاديث النبي وهدي فيها الهانة وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة بنورها فتبدد الظوى الماء في الأكوان وصحيح مسلم فيه أفضل ما رأى أهل الحديث بصحة وبيان علم بادى في نهجه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عما بعد فحياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حقات جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم كالعادة في هذا البرنامج نتناول الأحاديث التي أخرجها الإمام مسلم في كتابه الجامع الصحيح فنبدأ بذكر أهم المعاني والمفردات التي جاءت في هذه الأحاديث ثم نشرح بذكر أهم الأحكام التي احتوت عليها هذه الأحاديث نشرح هذه الأحكام سواء الأحكام الفقهية أو العقادية وغيرها من الأحكام المتنوعة ثم نختم بذكر أهم الفوائد والفرائد التي جاءت في هذه الأحاديث مع ذكر أهم ما تحتوي عليه هذه الأحاديث من مقاصد السنة النبوية أخوات الكرام أخوات الكلمات تواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى فانتظروا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم عليه السلام في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطوف به ينظر ما هو فلما رآه أجوفة عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك أهلا وسهلا بكم أخوات الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدا استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح حديث كتاب البر والصلة هذا الحديث حديث أنس بالمالك رضي الله عنه بوابه المصنف بقوله باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء أن يتركه فجعل إبليس يطيف به يعني يدور حوله ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك صور يعني خلقه وشكل صورته يطيف يعني يدور حوله أجوف له جوف يعني وقد يكون معناه يعني خالي من الداخل لا يتمالك يعني لا يملك دفع الوسوسة عنه أخوات الكرام أخوات الكريمات حذرنا الله عز وجل من إبليس ومن الشيطان فالشيطان عدو الإنسان واجب علينا أن نتخذه عدوا وبدأ إبليس عداوته لبني آدم منذ أن عصى أمر الله عز وجل بالسجود لآدم عليه السلام استكبارا فغضم الله عز وجل عليه وأنظره إلى يوم البعث وقد تعهد إبليس بأنه سيظل بالمصاد لمن؟ لآدم ولذرية آدم حتى يغوي بني آدم حتى يغوي الناس حتى يضل يضل الناس وحتى يزين لهم طريق الضلال والعياذ بالله فيبتعدون عن منهج الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لما خلق آدم أبا البشر وأظهر صورته في الجنة وفي الصحيحين خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا يعني فيه طول ما شاء الله تركه الله عز وجل ما شاء الله أن يتركه من الوقت غير المعلوم يعني على تلك الحالة ودون أن ينفخ فيه الروح فجعل إبليس يدور حول تلك الصورة المخلوقة وذلك الجسد ينظر إليه من جميع جهاته ويعرف ما هو وما حقيقته فلما رآه أجوف يعني صاحب جوف وهو البطن يعني الخالي من الداخل والجوف يعني من كل شيء الباطن والفراغ الذي يقبل أن يشغل ويملأ طبعا لما رآه إبليس بهذه الكيفية عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك ما معنى لا يتمالك يعني لا يتقوى بعضه ببعض ولا قوة له ولا ثبات بل يكون متزلزل يعني الأمر متغير الحال متعرض للآفات والتمالك هو القصد هو التماسك يعني وقيل لا يمنك نفسه في كفها عن الشهوات والملذات وفي دفع الوساوس والغضب ونحوه لأن الجوف يعني يقلبها ويذهب به هنا وهناك والأجوف يعني ضعيف الصبر من حيث أنه لا يثبت ثبوت ما ليس يعني بأجوف ومن حيث أنه مفتقر أيضا إلى الغذاء لا يصبر عنه فهنا ماذا يطمع فيه إبليس بأن يثير في ابن آدم شهوة البطن شهوة الفرج بأن ينفخ في الفراغات فيهيج الغرائز التي تحصل للإنسان ابن آدم فيغوية والعياذ بالله وفي هذا الحليث يتبين لنا بيان يعني خلق الإنسان وكيفية خلق آدم عليه السلام وكذلك بيان عداوة إبليس لابن آدم وأنه يريد إضلالهم والعياذ بالله بالشهوات والملذات والحرام بأكل حرام بشهوات والملذات فهنا يتبين لنا بيان عداوة إبليس لبني آدم وذريته من أول ما خلق آدم إلى قيام الساعة ولا شك أن الإنسان خلق الله ضعيف قرى جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا والشيطان يحاول أن يعني يهجم على بني آدم فيضلهم ويمنيهم والعياذ بالله فعلى المسلم أن يعتصب بالله سبحانه وتعالى على المسلم أن يلتج إلى الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يبتعد عن الغضب عن الشهوات عن المحرمات ويحصن نفسه من إبليس اللعين بالأذكار بالمحافظة على الفروض الخمسة بالدعاء في الصباح في المساء بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أعتصم وألتجئ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم وبذلك يعصمك الله عز وجل من ظلال هذا الشيطان و إبليس إن فوهد هذا الحديث أن الله خلق آدم عليه السلام بيده الكريمة في هذا الحديث أهمية معرفة عداوة الشيطان لابني آدم منذ خلق إلى هيام الساعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وضارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر كالشمس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر